تكبدت الميليشيات الحوثية المتمردة خسائر في المعدات والأرواح إثر كمين محكم نفذه أبطال الجيش الوطني شرق بير المزاريق بمحافظة الجوف واستدرجت قوات الجيش مجاميع حوثية إلى كمين محكم باتجاه المواقع العسكرية في مليففقة وقرن الصيعري شرق بير المزاريق قبل أن تطبق عليها الحصار وتشتبك معها لنحو أربع ساعات أسفرت المعركة عن سقوط العديد من عناصر ميليشيات الحوثي بين قتيل وجريح فيما لدى من بقي منهم بالفرار تحت ضربات الأبطال إلى جانب خسائر أخرى في المعدات القتالية